هنا ده برضو هيخدني على مسألة انه بالتأكيد وإحنا بنشتغل على منظومة الشكاوى بتاعة الحكومة أو بتاعة الدولة أكيد أنا عندي تحليل للشكاوى يعني الحاجة بتخش آه هنشتغل على الحل وما إلا ذلك بس كمان أنا زي ما بعمل التصنيفات بعود أحلل بقى الداتة اللي جاية اللي دي علشان أعرف يا ترى هل ترى الشكاوى الكتير بتيجي من أنهي مرفق أو من أنهي قطاع أو بأي خصوص الشكاوى الأوليلة طب ونوعية الشكاوى دي يا ترى بتبقى بسبب أنه أمور تحتاج فيما بعد إلى تعديلات تشريعية ولا هي متعلقة بكفاءة الموظف فيحتاج إلى تدريب ولا هي متعلقة بعدد الموظفين فتحتاج المزيد من الموظفين يعني في عندنا هذا المركز صح؟ أشكر حرك جدا وكل اللي حرك قلته صحيح حلو قوي وبيقابل ما يتم بالفعل لأن إذا نظرنا إلى قاعدة بيانات بتضم ملايين الشكاوى من ملايين المواطنين بمختلف أنواعها ده من وجهة نظرنا كحكومة وعثري لا بد أن يلتفت إليه وياخد حقه من التحليل زي ما حركت أفضلت وذكرت ويتم الاستفادة من ناتج هذا التحليل زي ما قلنا ممكن بنحلل هذه الشكاوى جغرافي حلو وممكن نحلل هذه الشكاوى من وجهة نظر قطاعية وعلى مستوى الخدمات المختلفة ونصيب كل خدمة من هذه الشكاوى والأنواع زي ما حركت ده نتيجة القائمين على الخدمة ولا مستوى إتاحة وجودة الخدمة ولا أصلا ده الخدمة دي أصلا الناس بتشتيك أنها مش متاحة في المنطقة الجغرافية أو في النطاق الجغرافي اللي هي فيه وبالتالي محتاجين إعادة نظر في ترتيب الأولويات لإتاحة مثل هذه الخدمات إذا كان ده ممكن ومتاح وفقاً للخطة ووفقاً للموارد وخلاك إذن بيتم تحليل هذه القائدة وكمان يعني الحكومة بتبقى الحقيقة ملتزمة واستنت يعني سنة حميدة بتعلن للرأي العام إحنا تلقينا شكاوى قد إيه توزيعها على القطاعات المختلفة نصيب كل قطاع من هذه الشكاوى اللي تم تلقيها إيه ثم نصيب الجهات المختصة كمان يعني ممكن يكون شكاوى في هي تصنيفها كهرباء لكن ما تخصش وزارة الكهرباء تخص المحليات فنصيب الجهات إيه نسبة الإنجاز اللي الجهات كمان بتتفاعل ودي مهمة جدا قد إيه كمان بيأثر منها ومتأكدين إن ده بيحصل على رضا المواطن فبنلمس ده حضرتك لإن إحنا ما بنقفش عند تنفيذ الشكوى أو حل الشكوى أو الرد على المواطن سواء الرد ده إيجابي أو سلبي بمعنى إن طلب حضرتك يتحقق أو يتعذر لأسباب كذا وكذا بنشوف كمان المواطن مستورد عنده عامل إزاي وده بنقيسه بأكتر من طريقة أولها إن المواطن نفسه متاح لي إن هو يفجل تعليقه على البوابة الإلكترونية للمنظومة أو من خلال الاتصال بالكول سنتر إنه بيتصل يتابع آآ موقف الشهر بالضبط يأما بيعرب عن رضاه يأما بينقض موقف معين حصل يأما بيبقى غاضب ومش راضي وعلى فكرة برضو الحقيقة إحنا بنتكلم دايما بمتاح الصراحة مش دايما كل اللي بيتم حل شكوى بيكون راضي ومش دايما ومش دايما كل اللي ما تمش الاستجابة للشكوى بيكون غاضب أو في موقف طب اللي نحلت مشكلته اللي نحلت مشكلته وممكن زي محراج كنت قلتلي كده سألتني بناخد وقت قدي ممكن يكون شاف إن الجهة أخدت وقت وقت طويل في الاستجابة ما كان ينبغي أن تأخذه أو هو كان لازم أشتكي علشان أخد حقي أنا بكلم حراج بمنتهى الصراحة عشان دا كله بيوجهنا طبعا بيجن وفي اللي بيقول رغم أن احنا يعني قلنا له يتعذر تلبية الطلب في الوقت الحالي أو الاستجابة لشكوى في الوقت الحالي أو حضرتك يعني حاولنا لكن الضوابط اللي احنا بنشتغل عليها والمعايير اللي شغالين عليها والقوانين المنظمة وخلافه بتحول دون الاستجابة للحرك سردته في شكوك فنفاجأ بأنه بيشكرنا لأننا اهتمينا به أولا سمعنا صوته ودخلنا معه في حوار وكلمناه وحاولنا نقنعه أو نقوله كمان حتى لو الموضوع بتاع حضرتك دا مش عندنا كحكومة أو فيه مصار آخر مع سلطة تشريعية مع سلطة قضائية والمصار يكون ايه فبيبقى ممتن وبيبقى سعيد وأشكركم ان انتم اهتميتوا وان يعني هما بيتعاملوا معنا الحقيقة كما لو كان يعني بيتعامل مع مجلس الوزر وخاصة ان المنظومة مفتوحة ومتاحة لكل المواطنين على كل المستويات على مستوى الجمهورية فبيتعامل معنا المواطن اللي في القرية واللي في الحي واللي في المدينة اللي في القاهرة واللي في حلايب وشلاتين واللي في السلوم سوا سيع وفي اي وقت فبيبقى سعيد ان الحكومة يعني مدياله الاهتمام طبعا اللي هو حقه محدش بيمن عليه به الحقيقة وده قناع عندنا فبقول الحراك بيبقى سعيد ان احنا هتمينا به وبيشكر وزي ملت الحراك يعني فالتباين الطبيعي شأن المواطنين شأن اي حد انت